نريد أن نسألكم عن فضل التبكير للصلاة الصلاة نداء روحي مؤقت يأتيه المسلم خمس مرات في اليوم والليلة ولكن يأتيه في وقت زحمة الحياة واشتغاله بأمورها هل هناك فضل مخصوص للتبكير في الصلاة حالما سمع المؤذن النداء حالما سمع المصل النداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم أما بعد فإن من المعلوم أن الصلاة عمود الدين وهي صلة بين هذا العبد وبين ربه جل وعلا بأدائه للصلاة أي بأداء المسلم لهذه الصلاة فإنه يتخلص من طينية هذه المادة التي خلق منها ومن هذه الحياة الدنيا التي يحيا فيها ويسمو بنفسه وروحه وأخلاقه ووجدانه وقلبه وضميره إلى المراتب العالية يسمو بها صفاء ويسمو بها خشوعا وتذللا لله سبحانه وتعالى فيعلم بها حقيقة هذه الحياة الدنيا وأنه لم يخلق لهذه الحياة الدنيا إلا ليعمرها وليعبد الله سبحانه وتعالى فيها وفق ما يرضيه جل وعلا فيجعلها مزرعة للآخرة فينتقل منها إلى الحياة الآخرة ويتذكر عندما يقبل على الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة التي هي الركن العملي الأول وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقبل عليه متذللا خاضعا خاشعا موقنا باستحقاقه جل وعلا وحده للعبادة والدعاء طالبا مرضاتا مشفقا من أليم عقابه وإذا كان المسلم يوقن يقينا تاما أن الصلاة فرض واجب عليه فإنه في ذات الوقت عليه أن يعلم أن الصلاة ما شرعت إلا لأجله فهي حق من حقوقه ولذلك حينما يمزج بين كونها واجبا شرعيا وبين إيقانه بكونها حقا من حقوقه التي عليه أن يحرص عليها وأن يستأثر بها وأن يضحي بما سواها من أجلها فإن ذلك يدفعه إلى الامتثال الذي يحقق له الإجزاء فيما يتصل بامتثاله لأمر الله عز وجل وإلى تحقيق منافعها على نفسه طمأنينة وسكونا وخشوعا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى مأخوذ من جملة آيات في كتاب الله عز وجل في صدارتها قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فإن إضافة الصلاة إلى أياء الاختصاص تفيد استئثار المسلم وتفيد تملك المسلم لهذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له فرضا واجبا عليه يؤديه في اليوم والليلة خمس مرات وما تقديم الصلاة في هذه الآية الكريمة إلا دليل آخر على منزلة الصلاة وعلى علو مكانتها وعلى عظيم أثرها في نفس هذا المسلم لكي يتمكن بها من مواجهة خطوب هذه الحياة فيسعى إلى تفريج همومه وإلى كشف قروبه وإلى التزود بزاد التقوى الذي يعينه على أن يحيا حياة إيمان حياة طمأنينة وذكر وصلة بالله سبحانه وتعالى من خلال أدائه للصلاة انتثالا لقوله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة ولقوله وأقيموا الصلاة ولهذا فحتى تتحقق له هذه المعاني فإن المسلم عليه أن يندفع إلى أن يأتي بهذه الصلاة بأكمل معانيها وأتم شروطها وبأفضل أحواله التي تهيئه لاستمداد أنوار هذه الصلاة حينما يعرج بقلبه ونفسه في معراجها الأسناء وهذا يستلزم منه أن يتهيأ بما يتطهر به ظاهرا وباطنا وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى في بيوته التي جعلها لأن يرفع فيها ويذكر فيها اسمه جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وهو يتذكر أن هذه البيوت التي يسعى إليها ملبيا لنداء الصلاة إنما يسعى إليها مخلصا لله سبحانه وتعالى وموقن أنه مقبل على تجارة أخروية رابحة فيبدأ من لحظة سماعه للنداء بتهيئة نفسه ماديا وروحيا لكي يقبل على الله سبحانه وتعالى فإذا متجه إلى المسجد تذكر أن الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولذلك فإنه حينما يقبل على بيت الله عز وجل فإنه بهذه المعاني التي يتذكر من خلالها أن كل ما في هذه الحياة الدنيا كل ما أوتي إياه هو في هذه الحياة الدنيا من نعمة الصحة والمال ومن نعمة أنه خلق في أحسن تقويم ومن نعمة الأمن والأمان كل ذلك إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى وحده وأن هذه البيوت التي يأتيها إنما هي لله تعالى وحده ولذلك فإن للتبكير دورا بالغا في تهيئة نفس المسلم لأجل أن تتحقق له هذه المعاني من أدائه للصلاة في جماعة بخشوع وتدلل لله تبارك وتعالى ولهذا وردت أدلة كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبشر هؤلاء الذين يقبلون على الله سبحانه وتعالى في المساجد ملبين نداء الصلاة مبكرين إليها تبشرهم بالنور التام يوم القيامة وتبشرهم بمزيد من الأجر والثواب الذي لا يناله سواهم وفي ذات الوقت يتصل هذا الأجر والثواب ويمتد لأولئك الذين تظل قلوبهم متعلقة بالمساجد ولذلك ذكرهم صلى الله عليه وسلم في الصنف الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظل وكذلك أولئك الذين يرابطون منتظرين الصلاة بعد الصلاة فيظلون في مساجدهم يذكرون الله تعالى فهم أيضا حائزون لأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى في الآخرة هذه المعاني التي تدور حول التبكير وفضل التبكير وثواب الإقدام على المساجد لأداء الفروض في أوقاتها كلها مما يضيف إلى المؤمن المحافظ المقيم لصلاته معاني لا تتحقق لهذا الذي لا يأتي الصلاة إلا متأخرا ومع أن فضل الله تعالى واسع ومع أن هذا الشرع دين يسر وسماحة إلا أن الله سبحانه وتعالى يبين أن لكل درجات مما عملوا لا